في العراق ما تزال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تشهد معارك بين القوات العراقية وبقايا عصابة داعش الإرهابية آخر التطورات في الرمادي نتابعها في تقرير سامر العبادي يبدو أن تحرير مدينة الرمادي الذي أعلنت عنه مؤخرا الحكومة العراقية بات يخوض مرحلته الثانية والمتمثلة بالقضاء على بقايا عصابة داعش الإرهابية والتي تعتمد في منهجيتها العسكرية على صناعة المفخخين وتوجيههم نحو الهدف إذ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية مقتل عشرة من عناصر عصابة داعش الإرهابية وتدمير خمس عجلات تابعة لها خلال عمليات عسكرية في الرمادي وصلاح الدين قائد الشرطة الاتحادية قال في بيان صحفي إن لواء المغاوير العراقي الرابع نفذ عملية عسكرية في حصيبة الشرقية شرقي الرمادي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش وبأن قوات الرد السريع صدت تغرضا لعناصر الإرهابيين في تل مسعود وقتلت ثلاثة منهم أيضا مضيفا بأن قواته تمكنت من قتل أربعة من عناصر داعش غرب سام الراء وتدمير خمس عجلات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة في قرية الحلو قرب الثرثار شمال شرقي الرمادي ما تواجهه القوات العراقية من هجوم لعصابة داعش بعد الإعلان عن تحرير الرمادي كان آخره الهجمات الانتحارية التي نفذها انتحاريون من داعش تسللوا بزين عسكري من جهة قاعدة سبايكار إلا أن القوات العراقية تمكنت من قتل أربعة منهم قبل أن يبلغوا أهدافهم هذه الأحداث تؤكد ما يشار له بوجود ما يزيد عن ماءة انتحاري في مواجهة القوات العراقية يضعها أمام الجزء الأصعب في استعادة مدينة الرمادي ويؤكد بأن ما تم حتى الآن هو الأسهل فتحرير سكان الرمادي من قبضة داعش يلزمه تلبية احتياجاتهم وإلا فسيكون أمر الحفاظ على الرمادي صعبا اشتركوا في القناة